اشتركوا في القناة التعامل الحكومي بين الحادثتين يدل على طبيعة الانتقائية والتعامل المزدوج لدى الحكومة العملية السياسية مع الحادثتين مع أن الحادثتين طرفها الشعب هكذا يقال هم قالوا أننا حتى بالحادثة الثانية التي سنت على ذكرها قالوا هؤلاء الشعب ونحن نعرف بالحادثة الأولى هو الشعب والحادثتين التي أتحدث عنهم والتي ربما سنغطيهم في هذه الحلقة والحلقة القادمة من حديث عراقي هي الحادثة الأول هي تظاهرات الناصرية التي حدثت في ذكرى ثورة تشرين ذكرى الخامسة لثورة تشرين المباركة والحادثة الأخرى هي ما حصل لقناة تلفزيونية هي الأم بي سي في بغداد مقارها في بغداد بالحادثتين الحكومة في بيانات تحدثت عن شعب ونحن نؤمن ولناثقة كاملة أن الحادثة الأولى التي حصلت في الناصرية الشعب قام بها ورغم أن الحادثة الثانية الهجوم على قناة أم بي سي كانت تقوم به الميليشيات لكن الحكومة قالت أنه الشعب وسنأتي مع رأي الحكومة لأنه هو الذي يدلل على طبيعة التعامل المزدوج طبيعة التعامل المختلف بين حادثتهم التظاهرات التي خرجت في مدينة الناصرية الناصرية الرائعة الجميلة بأهلها هنة الحلوين طيبين اللي يمتلكون حساً وطنياً عالياً يمتلكون رؤية جميلة في النظر إلى طبيعة الحكم الموجود طبيعة الظلم الذي يعاني منه الشعب العراقي وطالما كانت حتى في ثورة تشدين كانت الناصرية خزين كبير لما يحصل في ساحة التحرير وفي كل ساحات التي حصلت فيها نعم ساحة التحرير هي الساحة الرئيسية التي واجهوا بها بالقتل لكن الناصرية أيضاً واجهوا بالقتل ودخلوا عليهم لما اقتحموا جسر الزيتون وزيتون وقتلواهم وتظاهرين في خيامهم وحرقوا خيامهم لبس الحادث وفي بغداد كانوا في عام 2014 نتحدث كيف قتلوا الشباب أكثر من ألف شاب وجرحوا 30 ألف من ضمنهم كثيرين منهم من أهل الناصرية في الناصرية قتلوهم فالتواهرات الناصرية كانت لم تأتي عرتباطاً لم تأتي جديدةً هي استكمال لثورة ما زالت تدخر تدخر بروقها وتدخر تدخر كل كل سيولها وتدخر كل أمواجها القادمة ما زالت الثورة يعني هذا لا يمنع من القول أن الثورة قادمة قمعوها ما قمعوها قمعوها في عام 2014 فيما بعدها الأسبوع الماضي قمعوها بالناصرية هذا لا يمنع عن الثورة قادمة لأن الوضاع سيئة وبائسة وتدعو إلى الثورة والشعب العراقي لن يسكت عنها وهذا ما لا علاقة بشيعي بسني رغم أنه لثارة وكل مشيعا ما لا علاقة يعني هذه الأحزاب التي تعتقد أو تقول أنه حاضنتنا الشيعية وستعيدنا لأنه إحنا عزاب الشيعية هذه كذبة كبيرة لأنه هؤلاء لأنه كل الشيعة في العراق هم بالأصل يعني من الأول والأخير هم عراقيين مجموعة من الشعب العراقي وهم يعرفون أنه هذه الأحزاب لا تمثلهم وليس علاقة للمذهب بالسياسة التي تحصل وإذا ما هذه الأحزاب قالت أنها جاءت من أجل الشيعة فهذه كذبة كبيرة واحد عشرين سنة أثبتتها أنه إذا كان من هناك من معاناة عناها الشيعة في العراق فهي خلال واحد عشرين سنة من سرق ومن نهب ومن قتل ومن سفك الدماء ومن سخر كل الإمكانية لخدمة وخدمة المحتليين وخدمة إيران هي الأحزاب أحزاب السلطة التي تدعي أنها شيعية وتمثل الشيعات هي لا تمثل الشيعات لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل إلا مصالحات بالدليل أن الثورات وحتى فيه 2017 عندما قامت الثورة في الناصرية وغيرها حرقوا كل مقرات الأحزاب الشيعية وهي ميليشياتها وميليشياتها طردوهم والتظاهرة التي خرجت قبل أيام في الناصرية كان شبابها يفتفون نحن ضد الأحزاب ضد القوى ضد الفازدين ضد المخربين وكانت كل اللقاعات والنداءات بهذا الشكل لكن هم ذهبوا هم رغم أن يقولون نحن يعني ديمقراطيين ونسمح بالرأي ونسمح بالرأي الرأي الآخر ونسمح للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه لكنهم ذهبوا إلى الاتهامات مباشرة إلى الكذب وهذه طبيعتهم هذا ديدنهم في كل مرة عندما تخرج أنهم معدهم معتقد وعيدهم قناعة وهم يريدون أن يعني يعممونها أو يسوقونها للشارع أن كل من ضدنا هو خائن هو جاسوس هو عميل لإسرائيل عميل لأمريكا عميل ما أعرف منه وهذا الموضوع يتركنا أمام سؤال كبير ومن أنتم يعني من جاء بكم أنتم ألستم عملاء يعني من جاء بكم أنتم ألم تأتي بكم إيران ألم تأتي بكم أمريكا ألم تأتي بكم أمريكا وجلستكم على الحكومة وسوت لكم عملية سياسية بالمحاصصة الطائفية وكتبت لكم جستور وما زالت تحميكم حمدكم وقاتلتوا إياكم وزودتكم بالسلاح وسلحتكم وحمت لكم أجواء هذا واقع الحال فمن جاءت بكم هي أمريكا وإسرائيل وإيران وكل وبغض النظر أقولها للمرة المليون بغض النظر عن نظام سابق ونظام لاحق أنه علاقة لكن نحن نتكلم عن وقاع هذه الوقاع التي جرت أما من يريد أن يزور الوقاع ويتحدث بلغة أخرى ومقاومة ومعرف منه وكل اللي يخرجون ضدنا هم هم خونا وهم عملاء وهم رعاية أبناء السفارات كذبة كبيرة وهذا يدلل على عقولهم الكسيحة يدلل على فكرهم الكسيحة ذلك اتهامات مباشرة والكذب ظهر هذه مظاهرات متسوسة هذه بندقية لأنه واحد من عدهم الحكيم عمار الحكيم خرج ليقول يعني التظاهر السلمي حق مشروع ودستوري وحذرنا من تحويل المتظاهرين لبندقية للإيجار والابتزاز الاقتصادي والسياسي ما هذا الكلام يعني أنتم أحزابكم كانت بندقية لأمريكا والإيران وما زالت بندقية لأمريكا والإيران والصحيونية ولكل الدنيا ضد العراقيين هذا واقع الحال سرقت العراق ودمرت العراق ونهبت وكذبت على الناس وما زلتم ترفعون شعارات كلها كاذبة فبالتالي هذا الحديث مردود عليكم وهذا يمثلكم والحقيقة هم كل ما يتحدثون عن قيم معينة هم يفتقدونها وفاقد الشيء لا يعطي وننتقل مرة أخرى الحديث عن التظاهرات واحدة من الكذبات الكبيرة خرج مدير شرطة ذيقار تحدث بلغة طبعا متعثرة وعيون حائرة لا يعرف ماذا يقول حتى لغته لغة غير طبيعية لغة لا تمثل قائد لشرطة ولا تمثل الرتبة التي يحملها على أكتافه قال أن هؤلاء تظاهرين يدعون عن التظاهرات منذ أسبوع ورح مباشرة يتهم هذا المتظاهرين وذولا أساسا هم يريدون يحرقون دوائر الدولة ويبتزونه والناس عرفتهم وماكوا هم عشرين واحد وإذا الصور تظهر عشرات الآلاف من العراقيين بالناصرية وكلهم يهتفون يقولون له يعني وين كذبك؟ نحن عشرين واحد عشرات الآلاف في الشوارع وإذا بالقوة العسكرية الحكومية تتصدى لهم ما شهدنا من سيارات ومدرعات وقوات ما أعرف شنو شنو أسماء هذه القوات مادرية قوات نخبة قوات طوارع قوات ما أعرف شنو سيارات سودة يعني قطار من السيارات هذه كلها تحمل مدججين بالسلاح وملثمين وقنابل وأسلحة مذخرة بالذخار حية واستخدموها مواشرة ضد المتظاهرين قنابل دخانية ورصاص حي قتلوا كثير سقطوا شهداء وكثير من الجرحة واعتقلوا الكثيرين ويطلع مدير الشرطة مدير الشرطة الذقار يتكلم بهذه اللغة وعيونها حيرة ما يعرف واضح الكذب على وجهه يقول أنه يعني ما حدثه هو عشرين واحد والناس تخلت عنهم هذه كذبة كبيرة هذا محاولة تغطية الشمس بغربال هذا مثل اللي يغطي الشمس بغربال الشمس ساطعة لا يمكن أن تغطيها بغربال الآن مو سنة 1900 وما عدوش قد الآن في زمن السوشال ميديا والتليفونات صغيرة للصور والصور تنتقل إلى العالم بلحظة واحدة بكبسة الزر واحد كل الصور تنتقل فأنت تكذب على صور وفيديوهات وحقائق موجودة والناس تشوفها والصورة وثيقة صارت ونقل الصورة الآن صار أسهل ما يمكن أنت الآن مو تتحدث عن وقت كانت في الصورة صعبة أخذ الصورة صعبة وتحميضها ومعرف منه ونشرها وصورة بورقة كارتونة تنطبع وتروح معرف منه الآن أفلام وصور بثواني تنتقل إلى آخر الدنيا إلى آخر العالم فأنت الحديث هذا عيب معيب جدا جدا فهذا جزء مما حدث وسأكمل الحديث بالحلقة القادمة عن هذا الجزء والجزء الآخر الحادثة الأخرى اللي هي فيما يخص يعني ما حصل لقناة MBC في العراق أشكركم أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة الأخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة